أهلا بحضركم من جديد النهاردة بالتأكيد النادي الأهل استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي على طول كده ما فيش وقت وكلر دايما لاستراتيجية في مسألة التحضير للمباريات صعب جدا تلاقي ان بعد اي مباراة في راحة سلبية يوم واثنين واجازة والكلام ده لقدامكم على شاشة ده النهاردة بالصبح يعني كان فيه تدريب بسرعة واستأنف الأهل التدريبات بدون روحة بعد الفوز على الزملك المران النهاردة استهل الفريق بجلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل ان يستكمل اللاعبين اللي شاركوا في اللقاء الامس مران استشفاء ده ممكن ايمن اشرف وفيه مراوانة عطية طبعا بقى اللعبة الشهيرة كابتن سيد شاف في مبارح محمد شريف كسبان 2-0 فلازم ايه يدخل معا تحدي واكيد كابتن سيد كسب يعني وشوفنا هو بيرس تاو ان شاء الله بإذن الله قريب جدا يدخل مع الفريق وبإذن الله كمان يبقى جاهز لكاس العالم الأندية برونو سافيو كمان خلاص يعني ان شاء الله داخل في التدريبات الجماعية هو بيرس تاو وشوف يا جماعة ما هو الأهل بما الحضر دي ما جاتش كده من فراغ يعني الأهل مبارح غيب عنه شوفوا هذا الكم الهائل من اللعبة ومع ذلك بيكسب ومع ذلك بيتفوق ومع ذلك بيتصدر الدوري وحدش يقول لأصل فيه إجهاد ولا إرهاق لأي فريق تاني محدش هيتكلم على إرهاق وإجهاد زي الأهل الأهل أكتر فريق اتعرض في مصر لإجهاد وإرهاق أغير خمس ست سنين ومع ذلك على قدر المستطاع بيحاول يأمل يعني أكبر نتيجة ممكنة لو دخل في خمس بطولات لازم يكسب على أقل تلاتة أو أربعة ممكن يكسب اتنين يكسب تلاتة لكما يخسرش الخمسة يعني الحمد لله إن شاء الله حتى مباراة بيرمت زنهائي كاس مصر لو الأهل كسب بيها إن شاء الله يبقى السنة لفاتة الأهل ما خرقش خالي الوفاد طيب النهاردة كمان كولر يمكن عمل اجتماع مع الجهاز المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان ينقشوا بعض الأمور الفنية والإدارية يمكن آخر مباراة للأهل قبل السفر للمغرب هتكون مباراة البنك الأهلي يوم قلة السلساء القادم بإذن الله علي معلول يخضع لبرنامج استشفائي 48 ساعة وكان قدامكم طبعا فيه المباراة الشهيرة مع الكابتن سيد دكتور أحمد أبو عبلا وضع برنامج علاجي طبي واستشفائي لمدة 48 ساعة لعلي معلول للتخلص من الإجهاد العضري أنا ورضو الحاجات اللي مستقرب منها ليلة مباراة القمة يقولك إيه علي معلول هيعمل أشياء علي معلول في المستشفى علي معلول مصاب ومش هيلعب مبارا علي معلول عمل اسبرينتي في الداية 90 وساهم في الجونة الثالث يا جماعة يعني أرجوكم مش أي خبر يتقال إلا لما يكون صادخ بنسبة 100% ومتأكدين منه بنسبة 100% الخبر اللي يتقال ليلة المباراة دا اللي عمل رابكة عند جماهير النادي الأهلي مباراة تتفرج على المباراة حاجة تانية وعكسها إطلاقا يعني حاجة تانية خالص علي معلول يعني إزاي عمل أشياء ومش هيلعب وممكن يغيب صعب جدا يا جماعة المعلومات اللي بتتقال بالشكل دا ياسر إبراهيم قدامكم وهو خلاص في تدريبات منفردة عشان إن شاء الله قريب بدا ينضم لي التدريبات الجمعية يا سبحان الله لو الأخبار دي بتتقال في اتجاه تاني كنت هتلاقي ردود فعل صعبة لكن محدش بيقدر يعمل دا طيب السلية وصافيو بينتظم في التدريبات الجماعية ياسر إبراهيم بدأ تدريبات الجاري وخضع لجلسة في الجيم وكريم فؤاد خلاص كريم فؤاد هيغادر للنمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي يمكن سافر النهاردة إلى النمسا بصحبة دكتور أحمد أبو عبلة وكمان دكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي استعدادا لإجراء جراحة الرباط الصليبي وإن شاء الله بإذن الله تكون جراحة موفقة ويقوم إنها كريم فؤاد على خير إن شاء الله ويستكمل برنامج والتهيل إلا غالباً هيكون فيه الدوحة زي أكرم طوفيل اللي يمكن كان فيه استيبال كبير جداً ليه من ربطة مشجع الأهل في الدوحة خلال الـ 48 ساعة الماضية وإن شاء الله بإذن الله يرجعوننا بسرعة وإن شاء الله نطمئن عليهم خلال الفترة اللي جاي طيب دي كانت أبرز أخبار الأهلي وأنا عارف ناس كتيرة مستنية مننا أخبار متعلقة بالفترة اللي جاي عندنا دورة أبطال إفريقي وعندنا كاس عالم أندية وعندنا أخبار مهمة عن دورة السوبر الإفريقي وعد ليكم من بكرة إن شاء الله الأخبار الحصرية وماذا سيحدث في البطولات السلاسة القادمة للأهلي هيبقى من خلال الترند وعند ليكم مفاجأة كل مباريات الأهلي في دورة أبطال إفريقي من الجولة الأولى للجولة الخمسة يوم إيه؟ الساعة كام؟ ملعب إيه؟ هقولها لكم من خلال برنامج الترند خلال الأيام القادمة إن شاء الله وقبل شهر من انطلاق مباريات دورة أبطال إفريقي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الأهلي واللكتب على النادي الأهلي في السوشيال ميديا